تنفيذ أحكام القانون والتصدي للمخالفات البحرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين في إطار الجهود الوطنية المبدولة المشتركة لتنفيذ أحكام القانون والتصدي لجميع المخالفات البحرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين تستمر الحملات التفتيشية والتوعوية للتأكد من التزام البحارة والصيادين بالقوانين والقرارات المنظمة لعمليات الصيد إلى جانب التحقق من سلامة إجراءات العاملين على هذه السفن وصلاحية ترخيص الصيد البحري بمختلف أنواعها في إطار الشراكة المجتمعية تقوم قيارة خفة سواحل بحملات تفتيشية على مدار السنة بالتعاون مع شؤون جنسية والجوازات والإقامة وهي التنظيم سوق العمل وتهدف هذه الحملات إلى التأكد من ترخيص الصيد وأيضا إجراءات العاملين على السفن الصغيرة وكذلك بعد التفتيش يتم التأكد من الصيد إذا كان مطابق للأنظمة والقوانين بالإضافة إلى معدات السلامة يجب أن تتوافر على متن القارب أثناء البحار طبعا رسالة نقدمها حق المواطنين والمقيمين الكرام من هو ومحترفين أثناء البحار الحفاظ على الثروة البحرية والفطرية في المياه الغليمية لمملكة البحرين والتقاير بالأنظمة والقوانين الصادر بهذا الشأن حفاظا على سلامتهم وحفاظا أيضا على البيئة البحرية في المياه الغليمية لمملكة البحرين الإدارات المعنية تتعاضد جنبا لجنب ضمن خطة مشتركة لرصد أي مخالفين أو مارسات تؤثر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين شؤون الجنسية والجوازات والإقامة حريصة على مواصلة الحملات التفتيشية والتوعوية والتي تأتي بالتعاون والتنسيق مع مختلف إدارات وزارة الداخلية المعنية وهيئة تنظيم سوق العمل ضمن خطة دورية على مدار العام للتأكد من أصحاب العمل والعمال من التزامهم بأحكام القانون والاشتراطات والأنظمة النوفذة في مملكة البحرين للحد من ظاهرة العمال الغير نظامية في سوق العمل وتمتد هذه الحملات إلى الجانب البحري بهدف التأكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات بالإضافة إلى التحقق من سلامة إجراءات العاملين على هذه السفن إدارة التفتيش العمالي في هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بالتخطيط والإشراف ومتابعة جميع تصاريح العمل للعمال الأجنبية والتحقق من مدى الالتزامهم بأنظمة وقوانين مملكة البحرين والهيئة مستمرة في التنسيق والمشترك مع جؤون الجنسية والجوازات والمحافظات الأمنية قاعدة خفر السواحل وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتكثيف الحملات التفتيشية المشتركة في جميع محافظات مملكة البحرين والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته أو تضرب الأمن الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين وعلى مدار العام لم تقفل مملكة البحرين خلال حملاتها التفتيشية والتوعوية الدورية أن تتخذ كافة الإجراءات الأمنية بحق المخالفين لتشكل مجمل هذه الحملات خطوة رقابية تؤكد التزام كافة الصيادين من العمالة بالقوانين المعمول بها والقضاء على ظاهرة العمالة قير النظامية التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية وعدالة ومرونة السوق في إطار التصدي للمخالفين للأنظمة والقوانين في المياه الإقليمية البحرينية تقوم الإدارات المعنية بحملات تفتيشية وتوعوية في المياه الإقليمية للتأكد من البحارة والصيادين على حد سواء من التزامهم بالأنظمة والقوانين داخل هذه المياه طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر